موسيقى مسهل خير معكم وهنا لسه مرائي من قناة ديزاين يتوب اليوم رح نتطرق لموضوع كيف ممكن أصنع لوغو متحرك على برنامج الأدوبي افتر افتك واستخدم هذا اللوغو في الفيديوهات الخاصة بيه او حتى لأي قناة او اي شيء حتى نفهم كل ما يدور حول هذا الموضوع يعني ضروري ان نمر بثلاث مراحل المرحلة اقولها كيف نصنع اللوغو ونصدره صحيح والمرحلة الثانية كيف نشتغلها والمرحلة ثالثة كيف نستخدمها فحتى نمر بكل هاي المراحل وبسرعة اكيد مبدئيا حتى تصنع لوغو انت ممكن تصنع على الفوتوشوب او تصنع على الاستيتر الاستيتر يكون افضل الفوتوشوب ممكن يكون اكثر شهر الناس تستخدمها اكثر لهذا انا بدأ اشتغل على الفوتوشوب طيب لما اصنع اللوغو انت تنتبه هنا عندي انا رنك هذا اللي هو الاطار وعندي هذا خلينا نسميه اللوغو الشكل الثاني بالوسط طيب انا مبدئيا انا مفكر ممكن يكون هذا الرنك ثابت ويكون هذا اللوغو متحرك لما اشتغل او اكمله اكيد هذا بدون خلفية يكون اذا تنتبه هنا فهي ماكو خلفية بالموضوع ولكن انا بس اضغط بقراند حتى يبين عندك الشكل اللي انا مش داره حتى اصدره واستخدمه على برنامج الادوبي افتر افكت يحتاج ان اخذه بصيغة البي ان جي فممكن اضغط الشفت واشير اول لاير واشير ثاني لاير بعد ما اشرهن كيف اصدرهن بي ان جي بصورة صحيحة ممكن اصدر اللوغو هذا ملتك ورنك الى البي ان جي باختيار هذا السهم او هاي القائمة الصغيرة الخاصة بقائمة اللاير اكيد ممكن تضغط عليها ضغطة واحدة تظهر عندك عدة خيارات اللي همني اختارك بك اكسبورت از بي ان جي اكيد لما اضغط ضغطة واحدة راح مباشرة تظهر عندي هاي القائمة هاي القائمة هو يكلمك انت وين تريد تخزن العمل الخاص بك عليك ان تكون عارف وين اكيد انا راح اخذنا بهذا المكان اللي هو اه سبنينج لوغو اضغط ضغطة واحدة واشر وممكن اضغط اوكي هس مباشرة اذا اروح افتح او ارزل هنا واروح افتح الفولدر هذا اذا تنتبه هنا اذا تنتبه هنا راح يكون اللي هو الشيب ايت عند شيب ناين اكيد انا مسوي يعني مسبقا ومسمي لوغورنج لان راح استخدم لوغورنج او حتى اذا استخدمنا هذا ما كويشي اللي قصد انه هذا بصيغة بي انجي هس اذا اضغط كليك يمين واسوب حتى اشوف المعلومات الخاصة بالفولدر مالتي اكيد بدي تير راح يبين عندك انه اه بي انجي اذا تنتبه بهذا المكان اللي هو بي انجي اوكي فاول شيء واهم شيء انه اصدر الفايل مالتك بصيغة البي انجي بعد ما صدرنا حفظنا في مكان احنا فاهمين وين يكون موجود بعدها نروح على بردمج الافتر افكت نفتح الافتر افكت مبدئيا وقبل كل شيء اكيد ممكن تسمي العمل مالتك اوكي وبعدها اكيد تختار واكيد تختار الحجم اللي ناسبك بعدها تضغط اوكي اه بعدها ممكن استدعي الملفات اللي انا اه راح استخدمها انت ممكن مباشرة نضغط ضغطين بهذا المكان او حتى اذا انت فاتح الفولدر هنا ممكن تقشر الملفين اللي احنا راح ناخذهم وننزلهم مباشرة على البروجيكت ايلي هنا مباشرة صار بهذا المكان انزلهم تحت اوكي هسا اللي همني انا الرنج ما راح اشتغل عليه حركة لكن اللوغو راح اشتغل عليه حركة اصنع الحركة في بردمج الافتر افكت قبل لا اصنع الحركة الشيء اللي راح يصير عليه الحركة اذا كان كلا الليارات الاثنين انت تجد تسويهن حركة فعليك ان يتأشرهن وتسويهن ثري دي اما اذا كان فقط هذا اللوغو فانت ما تحتاج تأخذ الرنج معاك في حالة انه يكون ثري دي فنستخدم بس اللوغو الاول بعد ما نقشر عليه الثري دي مباشرة وانت ضغط عليه ممكن تضغط الار من الكيبورد لان انت سويت ثري دي اكيد راح يظهر الابشن الخاص بالروتيشن بحيث يظهر الاكس والواي والزت ليش لان ثري دي انت فاهم انه يكون ثلاثي الحركة فاكيد يعطيك كل المواصفات او كل الاتجاهات الخاصة بي فاللي همني بالواي هسا انا اذا تنتبه القايد عندي في البداية فوانا على الواي اضغط الان كربوينت حتى اصير نقطة ممكن اخذ القايد للنهاية او ممكن اضغط الاند من الكيبورد راح مباشرة القايد اصير بالنهاية وايضا انا الزيرو الاول انتبه مو النقطتين مو الزيرو اللي دي تشوفه هنا الزيرو الاول انت ممكن تكتب السرعة الخاصة باللوغو مالتك انا بالنسبة لي راح اسويها تو لان احس انه يكون يعني ما يكون كثير فاستة وسريع اللوغو افضل وهذا كل اللي اسوي اذا ارجع للبداية ممكن اضغط الهوم من الكيبورد راح ارجع للبداية واضغط من الكيبورد راح يشتغل عندي وراح تشوف اللوغو يتحرك طبيعي مثل ما انت تريد هاي الحركة انت سويتها بثانيتين او ممكن ما تاخذ معاك او اقل يعني اكثر من ثانيتين طيب هس الفكرة اذا انا اريد اصنع المدة ممكن اسويها دقيقة دقيقتين هذا الشي يعتمد عليك انت بالا لما تكون مؤشر هنا اوكي عندك الكمبوزيشن اللي هو اهنا اللي احنا اشتغلنا اللي هو الاسبينج لوغو انت تحدد المدة مثلا انت تريدها دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق او ممكن تسوي مثلا ثلاثين ثانية وتكررها بعدين على البريمير وراح اشوفك كيف هس احنا صنعنا كملنا منا اوكي فممكن اغلق هنا يجي اروح اصدره وهي هاي اهم مرحلة حتى اصدر اللوغو مالتي واستخدمه على الفيديوهات الخاصة بيه على البريمير يحتاج انه اصدره ايضا بصيغة بصيغة يعني بي انجي اللي هي ترانسبيرنس احنا نسميها يعني اذا تنتبه هنا فما يكون اكو خلفية بالموضوع ما يكون اكو بيجراوند لا تخلي بيجراوند اذا خليت اي صورة اي بيجراوند فكل شغلك راح يروح صفر فعليك ان تكون بدون بيجراوند اكيد راح ارجع انا بس اشوفك انه حتى شوفك انه هي ما موجوده بيجراوند هذا الشكل اسود بس فحتى اصدر العمل اكيد اروح على الكموزيشن واروح على الادد رندر كيو ضغطه واحده لان العمل بسيط يعني الثاني عشر ثماني او ما عارف اش قال الخيار الاول ما تسوي لايشي ما تسوي ايشي الخيار الثاني هو الاهم تضغط عليه وهو هنا انت اتحدد نصيغة البي انجي مبدأيا الفورمات مالتك ضروري يكون كويك تايم وبعدها الارجي بي هنا ضروري يكون الفة ارجي بي عند الفة اقصد وبعدها الفورمات مالتك تدخل عليه وتغير بي انجي اذا كان ايضا راح يشتغل عندك لكن اي شيء ثاني ما راح يشتغل فعليك تختار بي انجي وانا انصح بيها وبعدها تضغط الاوكي ما عندنا اي صوت ما عندنا اي شيء مجرد اضغط اوكي هذا كل اللي نسويه وبعدها مجرد وجهه اه احنا عدنا وان راح اسوي تيست اوكي واضغط save ومجرد اسوي لرندر نحتاج ياخذ وقت شوي بسيط ونروح نشتغله او نستخدمه على برنامج الادوي برمير وايضا راح يشوفك تقريبا راح ينته التحميل اكيد من تسمع الصوت معناتها ان اكتمل اذا تنتبه هنا اكيد صار عندنا هو هذا هس هذا اللي اشتغلنا وايضا انت بصراحة ممكن الصدره على شكل فايل انه تسوي اخلى ارجاع هنا انه تروح على فايل وتسوي save as اوكي وتسايفه كبروجيكت اوكي ومن تستدعي على الادوي برمير ايضا كبروجيكت وهذا الشي يعتمد على موضوع الديناميك لينك بتوين او بين البرمير والادوي افتر افكت او العكس هذا الشي انا شارحه بالدروس السابقة لان شي جدا مهم فممكن يصدر على شكل الفيديو او ممكن يصدر على شكل بروجيكت واستخدمه هسا كملنا اروح افتح برنامج الادوي برمير انا بالادوي برمير عندي هنا صورة راح بس ننزل عليها اللوغو كشكل فحتى استدعي اللوغو مالتي اضغط ضغطين بهذا المكان او بدون ما اضغط حتى دائما نستخدم الاشياء الاسرع والافضل تضغط على الاسبينغ اللوغو وتنزله في البروجيكت ايريا وتنزله هنا ما صار عندك هنا مجرد تنزله بهذا المكان اذا تنتبه هنا صار عندك اللوغو بهذا المكان اذا انشغل انشوفه هو بالضبط اللي اشتغلنا هاي الحركة وشي جميل ورائع وسريع هذا اذا انت كنت من الناس اللي تحب انه تشتغل على اللوغو ايضا اذا انت تريد تحركه بمكان او بزاوية انت مأشب ممكن تضغط على الافكت ومن افكت تروح على الاوبشن هنا او ممكن تفتح هذا السهم البوزيشن اللي هي الحركة والاسكل اللي هي الحجم ممكن تخلي بهذا الحجم فلنفترض وبعدها ممكن تودي الى الاسفل وممكن تاخذه الى ابعد نقطة بالزاوية هنا ممكن الزغرة اكثر تتلاعب حسب ما انت تريد المسافة ممكن ان نزله شوي اكثر اوكي هس ارجع على البداية اضغط تشوف اللوغو مالتك صار في الزاوية وده يتحرك اذا انت تريد تخلي اللوغو مالتك اكثر مساحته انتظر ممكن اتأشرة وتضغط الكنترول والسي من الكيبود راح تاخذه كابي اتأشر تبعا تلغي هذا وتأشر هذا حتى يكون ضمن هذا اللاين ومجرد اه تضغط هنا او تاخذه بالس بيس تضغط الكنترول والفي راح يسير بهذا المكان تضغط الكنترول والفي راح يصير بعده هسه اذا تجي تشغل وتشوف اللوغو مالتك على طول اللاين اللي انت صانعه وبسهولة وممكن تاخذهم ثلاثتهم اه تأشرهم او يعني تسولهم سيليكت وتضغط الكنترول والسي وايضا انت ممكن تضيف اللوغو مالتك اه بهاي المسافة اضيف كونترول في راح يصير اسرع وتاخذهم تسعة او عشرة وهكذا يعني اذا كان عندك الفيديو طويل انت ممكن تختصر او ممكن اكو طرق ثانية بصراحة لكن انا بس اذا شوق الاشياء البسيطة اللي انت ممكن تستخدمها كبداية اذا ما كان عندك خبرة او ما كان عندك فكرة على برامج ادوبي اذا بس بالنهاية او باخر شي احب يعني اوضح لك شي مهم لان كثير من الناس تسألني اوكي انا اشتغل اللوغو على الادوبي افتر افكت اروح استخدمه على السوني فيغاس السوني فيغاس مو برنامج يعتبر حتى يعني كبرنامج احترافي او من ضمن ادوبي حتى انت تشتغل شغلك على البريمير او الادوبي افتر افكت وتصدره للسوني فيغاس اكيد ما راح يستقبل لان هذا مو من مجموعة ادوبي لهذا انا دائما انصح او كل الناس اللي تريد تشتغل صح اكيد عليها ان تشتغل على ادوبي فقط او مو فقط اقصد انه تكون تشتغل على ادوبي لان العلاقة اللي بين برامج ادوبي هي اللي تصنع الاشياء اللي ممكن انت تحتاجها او تحسها هي الافضل فهذا القصد اذا كان على ادوبي راح يتقبل اي شي من ادوبي واذا كان يعني على غير برنامج فاكيد ما راح يتقبل هذا بالنسبة لي كيف ممكن تشتغل الاسبينغ لودو او اللودو المتحرك او الشعر المتحرك اكيد بالنهاية اتمنى لكم كل الخير وكان معاكم مهنسا مطائي من مخناتز عنكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة